في الرابع عشر من مارس الماضي اتخذت الحكومة قراراً بإغلاق المنافذ الجوية وإيقاف حركة الطيران كأحد التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا هذا القرار الذي مر عليه نحو شهر تسبب في بقاء آلاف اليمنيين في الخارج أغلبهم في مصر والهند والأردن سافروا لتلقي العلاج الأمر الذي تسبب لهم بمشكلة إنسانية لا يستطيعون بسببها العودة إلى بلادهم وليس لدى أغلبهم القدرة على مواجهة أعباء الإقامة في تلك البلدان العالقون في مصر ناشدوا الحكومة من أجل تقديم مساعدات للمرضى هناك والذي يقدر عددهم بخمسة آلاف شخص وفي المقابل برزت مبادرات مجتمعية بين الجالية اليمنية في مصر تعمل على توفير سلال غذائية ومواد عينية لليمنيين لا سيما مع فرض الحجر المنزلي وتوقف حركة الحياة في اجتماع الحكومة الأخير شدد رئيس الحكومة معين عبد الملك على ضرورة الاهتمام باليمنيين العالقين في الخارج غير أنه لم يوجه باتخاذ خطوات عملية لترجمة هذا الاهتمام ولم يعلن عن تقديم أي مساعدات عبر سفارات اليمن في تلك البلدان أو اقتراح وتنفيذ أي حل لأسر تعاني في الخارج وسط أوضاع صعبة بعض هؤلاء العالقين ناشدوا الحكومة لإجلائهم إلى اليمن وإخضاعهم للحجر الصحي في عدن وسيئون لكن ومع الإعلان عن أول حالة إصابة في اليمن ترتفع المخاوف من أن يجلب هؤلاء العالقون كارثة إنسانية للبلد خصوصا في ظل ضعف قدرات السلطات الصحية والأمنية على فرض إجراءات الحجر وباقي إجراءات مواجهة الوباء المنافذ البرية هي الأخرى تم الإعلان عن إغلاقها إلا من المواد الغذائية والمستلزمات الاستهلاكية فيما يتكدس مئات المواطنين في منفذ الوديعة لم تسمح السلطات بدخولهم ولم يتم توفير وسائل الإقامة الكريمة لهم مؤقتا في السعودية